إن لله وإن إليه راجعون وفاة الفنان القدير هشام سليم بعد صراع مع المرض عن عمر نهز الـ 62 عاما الوسط الفني يتلقى خبر وفاة الفنان المصري هشام سليم بالفزع والحزن الشديد على رحيله توفي الفنان المصري هشام سليم اليوم الخميس عن عمر نهز الـ 62 عاما وذلك بعد صراع مع مرض السرطان وفق ما نقلته عدد وسائل من الإعلام المصرية ونشر نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي سورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق بمنصة انستجرام وكتب وداعا يا صديق العمر ونقلت وسائل إعلام مصرية أن سليم توفي عن عمر نهز الـ 62 عاما مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وتنوعت أدوار الفنان هشام سليم التمثيلية وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 ثم شارك في فيلم إي أريد حلا 1975 وعودة الإبن الضال 1976 وانهارت الفنانة يسرى لحظة سماع خبر وفاة صديق عمرها وأخو زوجها الفنان الراحل هشام سليم وقال مصدر مقرب أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة جدا على رحيل صديق عمرها ونعت الفنانة يسرى صديق عمرها وقالت أخويا وحبيبي وصديق العمر والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم في زمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبرنا على فراء جميعا فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام وقراءة الفتحة له قال استعزينا لأسرة الفنان الكبير هشام سليم وإنا لله وإنا إليه راجعون